شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مسابقة مزايا السلقان والتي أقيمت بقرية البحرين العالمية للقدرة ضمن منافسات مسابقة البحرين للصقور والصيد والتي تقام تحت رعاية سموه وتستمر منافساتها حتى يوم السبت الموافق للثامن عشر من فبراير الجاري وقد تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المسابقة التي حضرها سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نجلو صاحب السمو الملكي ولي العهد والسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعشاقي ومحبي الرياضات التراثية بمملكة البحرين ومن دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والتقاسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركين وتبدل معهم الحديثة حول منافسات المسابقة واشهد سموه بالمشاركة الواسعة من قبل الملاك وأصحاب السقور والتي شهدتها النسخة الثالثة من مسابقة البحرين للسقور والصيد والتي شهدت منافسة قوية بين المتسابقين وأظهرت مستويات كبيرة ساهمت في إبراز هذا الحدث وأكد سموه أن الجهود مستمرة في رعاية ودعم الملاك وأصحاب السقور بما ينعاكس على رفع قدراتهم وأمكانياتهم والذي يسهم في تطور المستوى العام للرياضات التراثية مضيفا سموه أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الملكية من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمحافظة على الموروثات العريقة النابعة من تراثنا الوطني الأصيل وتوقع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن يشهد الأسبوع الخامسة للمسابقة والذي سيقام على كأس سموه منافسة قوية من قبل المتسابقين الذين سيسعون للظهور بمستويات متميزة ينافسون من خلالها على تحقيق المراكز الأولى وتمن ينسموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمشاركين فيما تبقى من منافسات المسابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر